قال خلاص انا اتفاهم مع امي مو انتو قل طيب خاص ما عندي مشكلة اهلك بكيفهم اهم ما علي انت وفيصل ولدي دام اهلك ما فيهم رجب كيفهم وخلصت انفاسي ورجعت المدينة زوجي وبعد ثلاثة شهور من سعادة فرحتنا بفيصل تغيير بالبيت وضحك ومشاعر حلوة جاني خالد بعد الثلاثة شهور هذي يقول لي ان امه خطبت له عفيدة عمته الكبيرة وانه وهقتني معهم وما اعرف ايش وكان ضايق صدره مرة قلت اش مضايق صدرك خلي قلوا اللي يبغون انت متزوج وخلاص ليش تهتم بالكلام قال اقول لك امي خطبت لي قل طيب صارع عمتك انك متزوج قال لا امي بتزعل يا راقل قلت حلوة اذي شلون يعني الحين جاهلي بيوم بقال لي اش بتسوين قلت اش تسوي باش قال باللي يبغون اهلي قلت انت رجال متزوج وعندك ولد تتوقع عمتك لو تعرف بترضى قال اصلا بنتها مطلقة ما رح تتشرط قلت وانت تعمقت بالموضوع ليش قال انا شوف ان راي امي صح دامها بتعلن زواجنا انا وياك بعد ما اتزوج حفيدة عمتي وبكذا يكون ولدنا مع عمانة وعيال عمانة وانتي مع حريم اخواني وليلى لك وليلى البنت عمتي قلت يعني زوجتك الثانية يعترف بها وانا ام ولدك بتعلن زواجك فيني بعد زواجك منها ليش انا وشو شوضعي انا من العراب ما فهمت قام يعصب وانتي امك هي اللي عاندت امي وكلام كفير قلت له اسمع اسمع نهاية الكلام يا تعترف بولدي وبزواجي منك ولا انا اللي بخليه معلن غصبا عنك قالت هددين ومدري ايش ونتهاوش ووصلت مرحلة انه رمى عليها قزاز كوب وجرح كتفي واللي فهمت من كلامه ان حفيدة عمته وعمته عارفين انه خالد متزوج وعنده ولد وشارطين بزواجها منه انه ما يعترف بولدي ولا فيني الا بعد ما يتزوج حفيدة عمتها في سنة على طول رحت لغرفتي ودقيت على احن البشر امي واكلمها وانا منهارة واعلمها كل شي وكتفي ينزف وفيني قهر قهر سكرت امي مني ودقت عليه ما يرد دقت مرة ثانية ما يرد جاء اخر الليل ما جاء جلست ثلاثة ايام وما ادري فينا ما يجي البيت ما قدرت امي تتحمل اكثر وارسلت لي اخويا واخذت اغراض اللي احتاجها وملابس فصولي ولدي ورجعت مع اخويا عند امي وقلت الاخويا انه خالد مسافر رحت عند امي وجلست اسبوع كامل وخالد لا يرد ولا يكلم ولا يرسل بعد ما كملت اسبوعين شهر شهر ونص كلم خالد امي ما كلمني انا رح كلم امي وامي لامتها وهوشتها كيف تترك زوجتك ولدك وما تسأل عنهم قال شفت اخوها يوم يمرها البيت دار انها عندكم وانا دقيت اقول لك قول الجواهر تراني ملكت وزواجي قريب وقولي لها لا اسمع لها صوت عند اهلي ولا تتكلم بشي الان ما يتم الزواج ويخلص اول ما قالت لي امي اللي قاله حلفت بالله انها ما تنزل دمعة من عيوني عليه وحلفت بالله اني ما اضعف لاني شفت كسرة الخاطر والقهر بعيون امي كملت اسبوعين ونص الزيادة وخالد لا حياتها لمن تنادي وكأنه شيء اختفى ما يرد على احد قررت اني اتركه الى ما يطيح لبراسه وجلست انتبه الولدي واشترت له امي سرير وحطت بغرفتي واشترت له دولاب صغير الولدي كل يوم يزيد همي وامي كل ما تشوفني تحظني وتقرى عليها وانا طول الوقت ارسله ما همني انا واش عاد بالنسبة له بس ولده ما ابغى يشفاه شلوني يتحمل بدون ما يسأل عن ولده المهم تزوج خالد ولا سألت عنه وما عد ارسلت ولا جبطاري وكما توقع اني بتتصل وباسأل ولا بجي واعلم اهله لكن لا عطيته بلوك وخليت التواصل معاه مع امي انا كان خاطري عايفة وجرحه بقلبي كبير لدرجة اني ما ابغى اسمع صوته حتى وصارت امي لما نشوف رقمه يدق تقوم من عندي لاني خلاص حتى رقمه ما ابغى شوفه تزوج وزاشتها معاه وكل اموره تمام وبعد زواجه بكم شهر قرر يجي يشوف ولده وجال المجلس امي اخذت فيصل وجابتها له واخواني موجودين يحسبون بيننا مشاكل عادية اليوم جابت لأمي فيصل قالوا جواهر فين هي ليش ما جتت تسلم عليا تقول امي ما استحيت وقلتها بوجهة جواهر اللي جاها منك يكفيها ما تبغى تشوف وجهك ولا تسمح حسك يوم عرفت انك جاي طلعت فوق كم مرة يجي ويشوف فيصل وما يلقاني ويوم شاف اني مبلكتها اخذها عنات وجاي ابغى ياخذ فيصل معاه المدينته ومين اللي بيشيل ولدي بالطريق زواجته ترجيت امي قلت امي قليلا لا تكفين لا لا ياخذه ياخذ ولدي يحطه بحظن زواجته لا يروح يدخل ولدي على امه وابوه زواجته هي اللي شاي لولدي تكفين واجلس ابكي ما بغى ياخذون ولدي حتى لو ابوه الولد صغير يوم جا اليوم اللي خالدي بياخذ ولدي ويودي مدينته وبيوري امه وابوه وزواجته اللي بتمسك ولدي بالخط جن جنوني يعني تخيلوا شعوري من ظلمه واحس بضيم وولدي ينوخذ مني بحظن مرة اب اللي هو ما اعترف فيها وانا ولا شي ضاك صدري وكل الوقت ابكي عند امي هو ابوه ولا اقدر امنعه بس غصة بقلبي اول مرة اهل زواجه يشوفون ولدي ويدخل عليهم بحظن مرة اب اللي ما لك كم شهر متزوجها جا اليوم اللي بياخذه ورتبت امي وجهزت اغراضه وانا كل شوي اترجى امي تكلمه وتقول لا يجي ياخذه اذا بيشوفون احنا نروح بروحناك ويمر انا ياخذه ويدي الامة رفضت امي قالت لا هذا ابو وهذا لا اهلا انا انهرت وامي واخواتي يقولون لا خلي ياخذه ويوريهم اهله يبونوا يشوفون حفيدهم قادة افكر طب انا كنت بالمستشفى ليش ما جو جلست ثلاثة شهور عندهم في نفس مدينتهم ما جو ليش فجه تذكروا ان عندهم حفيد ولازم يشوفونه كرهت خالد كرهت نفسي كرهت حتى اهلي كل همي ما ابغى ولدي يروح الحضن احد ثاني جاء خالد وصل البيت عندنا عالعصر كذا ونازل سلم على امي ويسألها فين الولد امي ماسكة شنطة فيصل وانا بالمجلس ماسكة ولدي واشوفهم من الشباك واضح انه بيجي ياخذه وبيمشي طلعت انا قلت لاش تبغى جاي تبغى فيصل اللي تترجع امك وابوك بالمستشفى يجون يشوفونه ولا حد عطاك وجه يوم تزوجت بنتهم زال لهم الحفيد الحين وامي تقول استهدي بالله وعطيه الولد تقول لا والله ما يطلع قال انا ابو مثل ما انت تخافين عليه انا اخاف عليه قلت تكذب وتخسي منت زوجت وانت مسكر جوالك ولا سألت عنه هو حي ولا ميت ما عندي لك ولد تبغى وروح ارفع عليه قضية يلا ولما نيكبر ولدي ودى لهم اما بالعمر هذا ما اطلعه مع وحدة غريبة قال هادي زوجتي مي غريبة قلت الله غريبة غريبة لي وغريبة الولدي وحتى اهلك ترى بالنسبة الولدي غرب سوي لي تسويه ولدي بالعمر هذا ما يطلع من البيت يلا قال طيب يلا انتي يمشي معي وبخليك في بيت لفت عليه امي قالت بنتي طلعت من بيتي معززة مكرمة ورجعت له وهي معززة لا عطيت بنتي حقها كامل فيك الساعة نقول لك خذها لكن الان بنتي ما تطلع معاك قال هو طيب ولدي ابغى اخذه معايا قلت اذا كل همك امك وابوك خلهم يجون للبيت واطلع لهم واذا هم يشوفون نفسهم ملوك وامراء لا يدخلوا من بيتنا عند الباب اطلع لهم لكن ادي ولدي وحدة غريبة تمسك بالطريق لا والله ما جاني ولدي هدية ما حت تعب فيه لنا دخل اخوي الكبير على نقاشنا وتعرفون الرجال وحركاتهم نظام ابشر وسموا ما لك الا اللي يرضيك جاء اخذ ولدي مني واعطاه ابوه قال هذا ابوه ما يصير تسوين كذا وهاوشنا قدامه وانا دموع تنزل قهر وغبنه صرخت وجيت مسرعة واخذ ولدي بالقوة من خالد وقلت والله ما يطلع الا على جثتي عندك شي؟ اروح للمحاكم واخذ ولدي وادخل البيت سيدة على غرفتي واسكر الباب وابكي انقهرت من اخويا ان اتسوى هذه الحركة قدامه واخوي ما يدري عن شي واش هو مسوي فيني يقهر اخوها ملقوف خفت انزل اقول اخويا اش الهرجة يعني عشان ما يحس اني دلع بنات واني انا مغلط وانه جحدني هو واهله وجحدني انا وولدي لكني خفت كثير انه يوقف ضدي ويقول هذا اللي انت اخترتيه وسوتيه تحملي جمعت علي الهموم فكرت خالد جدي يقدر ياخذ ولدي مني وفكرت باخواني لو عرفوا ايش بيصير وكل هذا وانو عمري خمسة وعشرين سنة لكن الشعور اكبر من اني اتحمله يوم شفت خالي وامي جنبه وجهم شاحب ويناظرني من نظرات رحمة على عصبية اول ما شفت النظرات هذه دمعت عيني وانا سلم عليه ويحضنني خالي ويسلم على راسي ويقول لي ما يخالف ما يخالف كل شي لحل وطالع فامي لقيا تبكي عرفت ان امي ما قدرت تتحمل كل هذا وعلمت خالي كل شي واجلس عنده ويسألني ويسألني وقال لي ولدك ما حد يقدر ياخذه واخوانك خليهم علي انا بقول لهم وصراحة مو وقته اني اقول لك انك غلطانة واللي سوتي غلط وكنت رح تاخذين ازيان الرجال لكن الوقت فات والان انتبه لنفسك والولدك وبس خلي الباقي علي لا تفكرين بشي اول ما قال لي كذا حسيت ان ربي نزل علي راحة ما حسيتها من تملكت حسيت بامان براحة برضى شعور ما اقدر اوصفه لاني عارف ان خالي هذا وقف بوجه ابويا من 19 سنة يوم ان الطلاق عيب وخلع امي من ابويا وعطاها حقها بالكامل ورفع قضية على ابويا والنفقة جدت الامي وجدت لنا ولا تراجع ولا ولحظة قبل ما يرفع قضية على ابويا كان يسألنا انتوا راضين كنت اقول لدام شي ما يدخل ابويا السجن ويرجع الامي حقها انا راضية وقتها على طول رحت الفيصل ولدي اجيب الخالي حسيت ان هو ابويا هو عزوتي وسندي بعد الله بعدها بسبوع خالد ما لاحس وانا ساكت ولاهيا مع ولدي واخواني عرفوا وزعلوا علي وصراخ وقهر من حبهم لي وانتي ليش تسوين كذا وحنا وش مقصرين عليك فيه مدخلينك اغلى الجامعات مسفرينك شارين لك احلى ملابس اش كان قاصرك عشان ترمين نفسك عليه بهذه الطريقة وكلام كثير بعد فترة جاء خالد تكلم امي على اساس بيشوف ولده استقبلته امي وسيارات اخواني كانت موجودة لكنهم ما طلعوا له وحلفت امي عليهم ما يتكلمون معا بشي شاف ولدي وقام يقول طب جواهر فين هي قالت امي موجودة قال للحيم ما طاح اللي براسها قالت امي وش اللي براس بنتي علشان يطيح بنتي اخذتها ساكتة ورجعت لنا وهي ساكتة قال انا ما طلبت منها تطلع من البيت ولدك اللي جاء اخذها قالت امي احمد ربك اللي اخذناها وساكتين وانت رامي عليها القزاز والدم يطلع منها ومخليها هي وولدها ثلاثة ايام في البيت بدأ خالد انا احبها وما سويت كل ذال اني احبها هل يوجد حب في قلب المهم انا احبها ولو ما احبها كان ما فكرت اجيب منها ولد يبقى معايا طول عمري ومرتبط فيها كلام كثير قالت امي الخلاصة ايش اللي تبغى يا خالد قالت ارجع لبيتها والولدها نادت امي اخواني وخلتهم يتكلمون وخالد على كلام اخويا ان وجهها اصفر ومتفشل مرة لان اهلي كانوا حاشمين ومعتبرين انه واحد منهم قالوا اخواني الشار والراي من البداية للبنت احنا ما ودنا ان الولد يعيش بعيد عن ابوه لكن بنفس الوقت ما احنا غصبين اختنع على شي ما تبغاه قال خالد رضاوتها بتجيها بس خلوها ترجع واي شي تشرط عليه الا اني اطلق زوجتي طاحة انا عني هم ان اهلي خلاص عرفوا بالسالفة وبالهرجة هنا ارتحت عند اهلي كثير بدل ما اني مجهودة عنده مسكني اخوي الكبير وقال ادري بتقولي لا وادري بترفضي بعد المواقف هذي كلها اللي صارت بس فكري بولدك بالاشياء اللي حبيتيها بخالد وما اتوقع انه هو جاي يرجعك عشان يظلمك والرجال يبغى ولده قريب منه ومن هذا الكلام طلعت غرفتي صليت وعدت نفسي اني افكر بهدوء واراجع كل شي باول شي لما انحرمت نفسي الزواج المعلن بكل الطرفين ولاني حرمت نفسي فرحة الفستان الابيض فرحة الاستقبال على ولدي فكرت بالايام والشهور اللي قضيتها بعيدة عن امي وهي تعبانة وانا رايحة برة مع خالد فكرت لما يكون تعباني واجلس عند راسة كأنه طفل احتويه وادلله فكرت لما اقوم الصبح قبل بساعة عشان اجهز ملابسه واسوي فطورة واؤكله وصبح عليه فكرت بايام الحب والمشاعر اللي مستحيل انها تتعوض ومستحيل انها ترجع بنفس الشعور لما انكذبت على امي واخواني عشانه اشتركوا في القناة موسيقى